اشتركوا في القناة ايوه يليان طنت ماهي تبقى بنت خلط طنت سارا مراد انكل مراد بجد امال ليه مما نعرفش بعض قارت لها ماهي اصلا بعيدنا شوية عشان كده يعني ما كناش على صلة ببعض قارت لها هانا انا مش فاهمة حاجة مين مراد ماهي غمضت عنيها بعصبية واخافت من لسان هانا انا هانا بصت لماهي واعاقدت حواجبها باستفهام هو مش كان ميت انا مش فاهمة حاجة ماهي التبكت جدا من نظرات مراد وزين وكل الموجودين وبدأت تتوتر هي كانت عاوزة تشوف ليليان بس ماعملتش حسابها ان كلهم موجودين وماعملتش حساب مراد بالزد ليليان حسيت بتوتر مئهي ليان ختي هنا جوه وعطي معاها وتصافه ما احنا تصافينا يا مامي عمري بسره يخرب بيت برأتك يا شيخة مغلطتش لما قلت عليك عيلة قال لهم آسر قمي معايا ليان انتي وهنا هقول لكم عادل امتحان وايه اللي ملغي بالزبط ها؟ ماهي قلت لآسر دكتور آسر انا حقيقي باعتذرلك على طول لسان هانا ايه دا يا مامي انا مغلطتش المفروض هو يعتذر اللهم طولك يا روح كفاية من جيتك يا هانا طبعا يلا ليان هاسيها وتعالي في التراس ليان شدت هانا وراح ورا آسر مراد قال لي ماهي ليه مفاهمينها اني ميت بعد موت سارة مهاب اصار نقطع علاقتنا بيكون ها ايا انا سؤالي محدد ليه مفاهمينها اني ميت ماهو هانا زكية من كترة من مهاب حسين على موت سارة عارفت سارة وكاميليا من الصور وسألت عليك مهاب قال لها انك ميت فهمت قال لها مراد الجرحي وليه تقطع علاقتكم بينا هو كان مراد اللي موتها اصلي مهاب متعلق بسارة جدا عشان كانت اخته وكده فلما ميت تتأثر وبعدنا عن كل حاجة تخصها عامرة همس لمراد في حاجة مش مصبوطة قال لمراد الست دي كلها مش مصبوطة قالت لها لليان انا زعلت قوي لما بعدت عننا تندو من راحيتها انا بعتزر لك يا لليان بس تفكير مهاب وقتها كان غلط وهو الحمد لله اولادنا عرفوا بعض وصحبوا بعض من غير اي روابط لليان قامت حضنتها وحشتيني او يماهي بشوف الكائني شايفها قدامي وانتي كمان وحشتيني كلكم والله ومشاء الله ولادك كبرو لليان بعدت عنها وقدمها فعنيها شفتي كبروا تكبروني معاهم لأ ما تقولش كده انتي لسه زي ما انتي ليك زحر خاص اول ما حد يشوف لك ينجذب لك على طول يعني انا غلطان ان بتزفت وبديكو المقرر والملغي خلاص ادخلوا الزفت من غير ما تعرفوا حاجة لأ خلاص يا ابي اسكوتي بقى يا هانا خليه يقول اسكوتي بقى يا هانا خليه يقول لنا لأ ما يقولش هو مش طردنا يبقى خلاص كل شيء انتهى انتهى ايه متخلف انتي هو احنا بنحب بعض وبنفركش لم لسانك على فكرة لا ما يهمنيش انك دكتوري في الجامعة لان انا بميت راجل فعلا والله انتي قلت كلمة حكمة انتي راجل هانا اندفعت نحيته بعصبية ورفعت صباحه في وشه لا اسمع طولة لسان مش عاوزة ده تشبيه يا دكتور قصدي اقولك ان انا ما بخافش قلت لهم ليان والله انتو كوميديا كملوا الواحد يعود يتفرج ويتبسط بس يا ليان ما نشوف المتخلفة دي عاوزة ايه نزل اصباعك عشان ما زعلكيش لا زعلني تصدقي بالله وعد مني هسقطك وهسقط اختي عشان عرفتك قلت له انا ولا يهمنا انت بتهدجنا ولا ايه بس اهدنتو الاتنين انا حروح اعملكو حاجة ترواقوا بيها دمكم وانا دمي هيروق طول ما اخوك ده موجود لملسانك يا بت بتتمت بيتك اسر زعق ومسك ايديها بعصبية والله انك قليلت الادب هانا مسكت ايده وغطتها بكل غزها اسر شتمها وليان حاولت تشيل هانا بعيد عنه وهي العند والغيز مليها اسر اتعصب وحاول يبعدها مسك شعرها بايده وشدها منه وهي بعدت عن ايده بس العند اتملك منها هجمت عليه تاني صوتهم وصل لماهي وليليان كلهم طلعوا الطراز يشوفوا ايه حصل اتفاجئوا بالمنظر اسر وهنا بيتخنقوا وليان بتحاول تفض ما بينهم زين قالوا اوعوا كده انتو مجارين والمصحف ما نسايبك اسر في ايه شن ايدك من شعرها ماهي بتحاول تشدهنا بس يا هانا اوعي هانا جرت متعصبة بعدت عنه وبصت حواليها لقيت فاصة صغيرة مسكتها بسرعة وحتفتها نحجة قاسر بس جت في ميرا ووقعت في الارض مراد كان مخضوط جدا على ميرا ميرا في الشرقية وتحديدا في مزرعة يوسف يعني ايه الكلام لها بلدة هو ده اللي حصل في قضية مرفوعة عليك ومتهمينك بالتزوير والقاسيمة بتاعته سليمة مية في المية وايه القاسيمة اللي معايا قابل لها واشرب ميتها ولا ايه ازاي انا قسمتي كمان صح انصحك بلاش اللي رفع القضية زابط تقيل في المخابرات واوراقه سليمة لو اتحكم عليك هتاخد حكم فيها انا مش هقدر اكمل فيها لانها قضية خسرانة اولا هيطلبوا من القاضي الاسيمة بتاعتك هتروح الطب الشرعي ووقتها هيعرفوا انك كنت حاطة مادة لاصقة وكلامها هيطلع كله صح وبعدين انت قلتلي هتخوفها مش محاكم وكلام كبير اخرج برا يا محامي النيلة شاوكت المحامي خرجوا شاوكت دخل جري خير يا باشا باشا النيلة مش دي كانت شرطك المهببة اهو الخطة كلها بوزت والبت ضاعت مني ليه بس ايه هو اللي يا غبي كل حاجة ضاعت زين الجرحي كسبني تاني اه يا ناري طب اه ده لو حصلت ان احنا نجيبها هنا تحت رجلك هنعملها لازم اجيبها بس المراتي لازم اتقن عشان لما اضرب ضربتي تبقى في مقتل صح في القصنصير سكوتي خالص في واحدة محترمة تعمل اللي انت عملتي يو يا ماما والله هو اللي بدأ الله يخرب بيتك يا هنعم تقومي تعضيه وتضربي مرات اخوه بالفاصة وانا يعني كنت اقصد مرات اخوه هي اللي وقفت في وشي وبعدين انا اعتذرت كتير وهي نفسها قبلة اعتذاري سكوتي يا هنعم مش طيقاكي خلتيني في نص هدومي قدام الناس سكتنا في بيت الجرحي مرات بيقول لميرا انت كويسة دلوقتي ميرا حطت ايديها على رأسها بتعب اه بس في شوية صدع معلش المسكن هيرياحك دلوقتي ميرا غمضت عنيها بألم وبعدها دحكت ومرات استغرب دحكها بتتحكي ليه اعلى هنة دي شكلها جيود لكن لما بتتكلم يا سيتر ما تقولش انه يطلع منها ده كله انا اصلا مستغرب ازاي دي صاحبة ليان أختي ليه مستغرب عشان ليان رقيقة بطبعها ما بنحبش نزعلها ولما بتتكلم او بتعمل حاجة بتبقى رقيقة لكن هنة دي متشردة اعوذ بالله بس عسل والله وبين عليها طيبة قال لها مراد بتفكرني بحد كانت شابه في كل حاجة ميرا سكتت وكانت نفسها تسأل مين دي بس اتحرجت وافتكرت ان الجواز على الورق في قودة آسر قال له ادهم يا عم ما اعط خيلتني اه ابو كل جلها من تحت ايدي والله كنتها موتها قال له عز ايه دا يا آسر واشرب العصير وروأ بالك مش عاوز زفت الكلبة بقولها تعالي اقولك المنهك تقول لي لأ كل شيء انتهى ما هخلينها يا سودة على دماغ اهلها قال له ادهم يا آسر هتعمل دماغك بدماغ عيلة اسكت خالص انت كمان بقولكم ايه اطلعوا برا قال له ادهم تسدق ان انا غلطان وانا اللي قاعد بواسيك طلعت وما تستهلش قال له آسر انا خدت ضرب طب والله لم علمك الادب يا كلب وان سمعت صوت آسر بزع خافت يجيز عقلها وجريت على قودة زين وليان تستخبى باب يفتح بسرعة زين فتح الباب في ايه يا ليان ليان زقت الباب وزين ودخلت تستخبى ورا السطارة والليان واقفة مش فهمة في ايه ليان في ايه يا حبيبتي آسر يا ماما جننت وطلعت وبيجري ورا عز واكيد هتطلع علي والله انتهب لا يا ليان اطلع يا حبيبتي من ورا السطارة بلا الشغل العيال ده انت جبرتي المفروض على ضمنتك يا بابا قالت لها ليان يا بنت يا عقالي بقى انت مالك هو بزعق لعز انت مالك ليان طلعت من ورا السطارة لا يا ماما مانا السبب مش انا صاحبت انا هيقول لي انت السبب ليان سمعت صوت آسر بيقرب وجريت على السطارة تستخبى وراها آسر بنرفزها ومسك عز من قفا كويس انك حضرتك صاحي عشان لما اضربوا ما تبقاش تزعل وايه لازمتها حضرته بقى اضربوا على طول قال له عز يا حج الله يهديك ارزعوا قلمين فوقوا ده مش عاملك حساب قال له ادهم يا شيخة ليه يخاف على نفسك بتولع الدنيا زيادة سيبوا يا قاسر مسكوا كده ليه الاستاذة بيقول لي ان الزفتة صاحبة ليان علمت علي وضربتني بيكلم اخول كبير بيقلت زو تنتحرك وقفاك عز من ايد آسر عز اعتذر لاخوك الله مش دي الحقيقة يا بابا قالت لي ليان عاب يا عز تكلم اخوك الكبير كده مش كفاية دمه محروق تيجينتا وتحرقه اكتر حتى انت يا ماما بالطريقة علي قال لهم ادهم والله انت فضيعة يا ماما يخرب بيت كده قاسر اتحرك لحيط الباب والله ما هرود عليكم وانت يا هانم حسابك معايا بعدين ووقتها بيخلي السطرة تنفعك ترخرج من القودة والقيان طلعت رأسها بتبص علي هو شافني يا ابي قال لها ادهم يا حبيب سي رجليكي باينا قال لها عز غبيط انت يا ليان اتفضلوا كلكم برا وانت يا عز اعتذر الاخوك الكبير قال له عز الله طب ماما تريقت ولا ماما تتكلم براحيتها واحنا لا قالت له ليان طبعا انا اقول اللي انا عاوزاه انا ماما يا حبيبي يا بغتك يا ماما واحنا نتكلم بس ينزل علينا لعقابات ترف ليان قربت من عز عز انت غلطت مع اخوك روح اعتذر له حاضر في بيت والحل الانها تكون خلصت حلق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة